بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد في تبادل أدوار بالمرحلة التي اخترقنا فيها حاجز 10 ألف نقطة بالمقارنة مع المرحلة الحالية التي نحاول نختبر فيها مرة أخرى حاجز 11 ألف نقطة واضح جدا أن هناك انتقائية بدأت تظهر في السوق خلال الأيام القليلة الماضية على الشركات القيادية بالدرجة الأولى التي استحوذت على اهتمام المتداولين عموما بدليل ارتفاع قيم التداولات في الشركات القيادية واستيطرتها على جذب السيولة بشكل واضح بالمقارنة مع الفترات السابقة التي نوعا ما كانت بعض الشركات المضاربية تستحوذ على السيولة وهذا يوضح أن هناك اهتمام أكبر بالشركات القيادية ولعبها دور في هذه المرحلة تحديدا مع اختبارنا لحاجز 11 ألف نقطة هنا يجب أن نشير إلى أن الشركات القيادية وتحديدا في قطاعات المصارف والبثرو كيمويات بدأت تلعب دور قيادي حقيقي في هذه المرحلة مع تحركاتها ومع جذبها للسيولة وهذا واضح من خلال هذا اليوم ويوم أمس التي واضح أنها استحوذت على اهتمام المستثمين وجذبت جزء كبير من سيولة السيولة اليوم نحكي عن قيم 11 مليار و129 لا تقارن بما تم يوم أمس بعمليات جني الأرباح أستاذ محمد هذه المستويات 16 مليار اليوم نحكي عن 11 مليار إلى أي مدى تعطي أي مدلول بالنسبة للسوق أو الاتجاه بدأنا نرى أيضا القيم بنفس المستوى العالي الذي يحققه مؤشر السوق التاسي وبالتالي يمشيان في نفس الخط الموازي هل من دلالات؟ طبعا يوم أمس كان يوم استثنائي لأن كانت معركة عنيفة جدا بين المتفائلين والمتشائمين وشفنا كيف المؤشر أيضا تحرك في مسارات غير واضحة وضمن نطاقات تذبذب واسعة لم نشهدها من فترة طويلة أمس كان نطاق تذبذب أكثر من 250 نقطة صعودا وهبوطا أيضا قيم تداولات سجلنا قيم هي الأعلى من فترة طويلة أمس سجلنا فوق 16 مليار مما يوضح أن كان يوم أمس يوم استثنائي كان فيها معركة عنيفة مع الأسف انتهت تلك المعركة بتسجيل خسار للسوق مع ارتفاع في قيم تداولات لكن اليوم نلاحظ فيها عودة مجددا لترميم ما حدث يوم أمس من خلال اختبارنا وكسرنا حاجز 10.900 نقطة واقترابنا مجددا من حاجز 11.000 نقطة مما يعني أننا ما زلنا نحافظ على المسار الرئيسي الصاعد الذي سجل السوق وما زال يحافظ عليه حتى الآن واعتقد قيم تداولات مصيرها عاجلا وآجلا في ظل المعطيات الحالية أنها تواصل ارتفاعها مجددا وارتفاع أيضا المؤشر لتحقيق مكاسب جديدة تزامنا مع ما يحدث أيضا في الأسواق المالية العالمية التي ما زالت تسجل مستوى قياسية السم بي 500 على سمي مثال مؤشر ستاندربور يوم أمس سجل مستوى قياسي لأول مرة يسجل فوق الألفين نقطة أيضا داو جونز قريب جدا من أعلى نقطة سجلها تاريخية فالسوق السعودي نقدر نقول يتحرك بتزامن وبشكل مشابهي لحد ما مع الأسواق المالية العالمية في ظل المعطيات الإيجابية أيضا على المستوى الاقتصاد المحلي التي تعطي دفعة قوية لعمليات الشراء في ظل الأخبار والمحفزات ومنهم طبعا فتح السوق أمام المستثمرين اللجاني بس لسه في بيانات سلبية بالاقتصادات العالمية أستاذ محمد على الرغم من الارتفاعات بالنسبة للمؤشرات وهذا يمكن بخلينا نتساءل إلى أي مدى البيانات الاقتصادية العالمية السلبية قد توجه سيولة المستثمرين العالميين إلى السوق السعودي كمان مع قرار المستثمر الأجنبي هو بالتأكيد المستثمر الأجنبي يهم البحث عن فرص تعطيعات المشكلة الأساسية فيما يتعلق بفتح السوق أمام الأجانب بالنسبة للسوق السعودي أن السوق السعودي لا يعكس قيمته حتى الآن بالنسبة للأسواق المالية العالمية هذا معناه أن معظم المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية الكبرى حول العالم لم تضع في اعتبارها قيمة السوق السعودي في محافظها وهذه مشكلة هي مشكلتنا هي ليست مشكلتهم لكن بالتأكيد عندما يتم إعادة تصنيف السوق السعودي كسوق ناشئة أمام الأسواق المالية العالمية أعتقد أن بالتأكيد سيلزم هذا الشيء المؤسسات المالية والصناديق الكبرى حول العالم بأخذ نسبة السوق السعودي في محافظهم أو ما يعرف بالإكسبوجر بالنسبة للسوق السعودي بغض نظر عن مستوية التقييم وهذه نقطة جوهرية هنا تبدأ مسألة اعتراف المؤسسات المالية والصناديق المالية العالمية بوجود سوق سعودية مالية بقيمتها 4 أو 5% بالنسبة للأسواق المالية العالمية الناشئة حول العالم وهذا بدورة طبعا سيزيد من عمليات شراء بغض النظر عن مستوية التقييم بالنسبة للسوق السعودي وهل سنرى هذه الخطوة سريعا بعد عملية دخول المستثمر الأجنبي هل نتوقع خطوة بانضمام السوق السعودي إلى مؤشر MSCI سريعا أستاذ محمد أعتقد ستأخذ لها وقت ليس بسريعا بمعنى شهور لكن أعتقد ممكن خلال سنتين أو خلال ثلاث سنوات لكن المهم في مثل هذه الأمور أن المستثمرين المحليين أو حتى الأجانب من خلال التفاقيات المبادلة لن ينتظروا وسيستبقون الأحداث وستكون عملية سباق من بينهم طبعا سيتخلل هذا عملية جني أرباح متوقعة لكن المتوقع أن المسار بشكل عام سيكون مسار صاعد بالرغم من أي عملية جني أرباح قد تواجهنا خلال سنتين أو ثلاث سنوات من الآن أستاذ محمد العمراء الرئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية كنت معي شكرا جدا